اليوم قد وصلنا إلى ختام الجزء الثاني عشر من مقرأة المباركة وقرأة القرآن في يوم المرح اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أممنا وأحزاننا الله ذكرنا من ما نسلنا وعلمنا من ما جبينا وارزقوا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجربوا كل واحد منهما لأتجلده ولا تأخذكم بهما رقفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عبادا وطابفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يغنون المؤشرات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجربوهم ثمانين جهدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله بطور رحيم والذين يغنون أسواجهم ولو يكون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أرضع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخالسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرب عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخالسة أن رضب الله عليها إن كان من الصادقين ولم لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم من أكتسب من الإفك والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات وقالوا بأنفسهم خيرا وقالوا هذا لفهم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشبداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتال عظيم يعظكم الله أن تعطوا لمثله أبدا إن كنت المؤمنين ويبين الله لكم الهايات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وفي الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا زر الله عليكم ورحمتهم وأن الله رقم سموحي